تم ويقول أنه واضح أنه فيه عالم عم يشترو وقته فيه قوة سياسية في لبنان عارفة أنه هذا التضييق الجنائي في مصر في لبنان بده يفضحها بقى كل يوم بيقول لك بيشتري شهر بيشتري شهرين بيشتري ثلاثة كعمي طب ما نسيته أنه نحن اللي كنا متهمين بملف الكهرباء مش نحن كفريق سياسي طب هيدا التقرير بمحلة معين أنا حتي من الثيون أو الدولارات اندفعت على الدعم الكهرباء يلي أنتو كنتم مستلمين عال هلأ نحن عم نطلب حدا حيش يحقيق معنا فيه للموضوع وين راحت هالدولارات وين راحت هالمليارات ما بدكن تصلبونا نحن عم نجي نقلكن نحن هيدا الفريق بعدنا ماشيين بالتضييق الجنائي يلي بكتير من المحلات وقتها كنتوا تنزركوا كنتوا تقولوا ايه بدنا نبلش بالكهرباء هلأ بلشنا بمصر في لبنان اللي هو فيه كال الصورة مبدئية مفروض تكون موجودة فيه وحتى هيدا ليك كيف هيدا اللي بيعمل عم بتقول هيك لأنه تسرب مضمون التقرير لا 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 ما بعرفشي عن الله وشان تكون معلومات عن هذا أنا بدي إليك شغلي عن كيف توزعت اليوم فيه انتفاضة طويلة عريضة طلقت مشان ست سانت واتساب اليوم تدقيق جنائي واضح وضوح الشمس انه فيه عالم مرعوب منه طيب إذا يا سمح الله حدا بعد جرب يحط عصب الدوليب ولا جرب يخبيه ولا جرب يحجبه عن شعب جعان بأكتريته بغض النظر عن اليوم شو عم نشوف جاي مغتربين حتى قصة المغتربين بارع صبيل النكتي انه احنا بالبنية انه اجا ثلاث شقة فرد مرة صارنا نطلع نعرف بعضنا كتير من صارنا نطلع بعضنا انه هلأ انتم صاروا بحطوكن على عداد المغتربين ولا السواح اللي جايين على لبنان انه هول انجبروا ثلاثتهم يفلوا مشان يروحوا يشوفوا شغال يشوفوا حياته شي بيدحك انه اليوم عم نرجع نعدهم هول هني زيتهم اللي كانوا هون ثلاثة أربعة سنين هني بمئات الألاب عم نعتبرهم صوح اصدق الناس اللي يفلوا بسبب الأزمة اليوم رجعوا رجعوا نحنا عم نعتبر من كورونا وهذا صلنا عم نحطهم بعداد الصوح والمغتربين هذه بس على سبيل اليوم عم نيجي نقول نحنا شعب جاع في محل عم بيطالب انا بدي اعرف شو صار فيي مين بدي حاسب كلكن عم تقولولي كلكن يعني كلكن انا بقول لا مش انا اللي تاني بيقول لا تب خلينا هدي حطة حسابات مصر في لبنان تب شو عندكن معلومات عن هذا التقرير لانو طلع معلومات وانكتبت انه هل انت عم تقول هيك لانه التسريب طبع هذا المضمون انه 10 مليار فقط هن كانوا لالكهرباء والباقيين كانوا لاحظة 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 بغض النظر انا برجع بقولك ما بعرف الرقم بس ما هو موضوع الكهرباء اول شي موضوع الكهرباء بقرار مجلس وزراء مش بقرار وزير الطاقة بقرار مجلس وزراء ان كان بالسلفات الخزينة نعم او بالنسبة لموضوع التعرفة واللي المشكلة الاساسية انا برأيي هي مشكلة التعرفة لانه انت لو التعرفة نورمال عالية ايه ما كنت بحاجة تروح تديني انت فيه قرار من مجلس وزراء متاخد من 20 سنة انه انا بدي سبت سعر الكيلو وات على هالقد كان برميل النفط زمني غلطان ب20 دولار طب وصل على المية ومية وعشرين ومية وثلاثين وثمانين وده بقى متل ما هو هذا القلم ما فيك تشتريه انت بعشر ليرات وتبيعيني ايه بليرة وتقعد تبكي انك تصرت تسع ليرات هذا قرارك انت اخدتي باجس الوزراء ايخت ومش وزير الطاقة طب شو بدي قول اليوم الرئيس عون رئيس عون ما فيك اي اخر شي واضح انه رئيس عون مرة بعد مرة اليوم خلص عهده للرئيس عون بس حلو واحد يتذكر ثلاث شغلات موضوع استغراج الضفط والغاز شاءه ام ابه وسبه العهد ليشبعه هيدا الملف حيضل ملف ابيض حيكون عنده تداعيات ايجابية للبنان للسنين وللأجيال القادمة ملفة دي الجنائي اللي كثير عم يهربوا منه الرئيس عون هو اللي حطه وهو اللي سبته وهو اللي رح يضلحه مع الطيار الوطن الحر وبكرة شوفه انه رح يوصل لنتيجة وموضوع الناس حين السوريين يلي حذر منه قبل ما يعمل رئيس جمهورية وتيبعه هو رئيس جمهورية والتهاجم وتحاصر لانه عم بيحارب هذا الملف النزوح كل العالم اليوم رجعت له بقى مع كل شي عم بيحاولوا تذكري في كتير امور صغيرة يمكن واحد مغلط فيها او مش مغلط بس هولة ثلاث عنوين صغيرة وتميلة بس انه ايه برأيك انت هولة ثلاث عنوين اوكي انه في كتير اشي ما في مجال نفتحها كلها بس عم بقولك انا انه هولة ثلاث عنوين الاساسيات يلي بيأسروا على على مستقبل على حاضر ومستقبل لبنان هولة ثلاث ملفات شاءوا ام ابو صاروا بعهد الرئيس عون مع كل شي فيه تعرقل صاروا بدي ارجع بس لنقطة الاخيرة لموضوع النازحين بما انه عم نحكي عن نازحين السوريين وزير الخارجية عبدالله ابو حبيب بالتعاون مع والتفاهم مع رئيس حكومة نجيب مئاتي قرروا انه ان يمتنع لبنان عن التصويت لصالح انشاء هيئة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا وكانت حجته يا الوزير عبدالله ابو حبيب بانه هذه المصلحة الوطنية لانه نحن بدنا نرفق ملف النازحين بملف المفقودين اسمع رأيكم انتو بهذا الموضوع لانه صار في كتير انتقادات على هذا القرار كلمة حدا حكي مع سوريا انا بالنسبة للي طلع بعد حر تموز خبر سمحت السيد انه طلع وحكي بموضوع المفقودين وبالنسبة للي اكتر طلع الرئيس عون من بعده بال2008 2009 واكيد الرئيس عون حكي بملف المفقودين وعمل رئيس جمهورية الرئيس عون وحكي بملف المفقودين اليوم هيدا ملف المفقودين بغض النظر عن كل واحد وجهة نظره شو هو هيدا الملف موجود والاجابات من الفريق السوري على وين موجود بسا وين موجود هو الملف مفروض يكون مع الدولة اللبنانية بس انه احنا عم نحكي كفريق سياسي لحظة عم نحكي كفريق سياسي احنا عم نحكي كفريق سياسي قصدي وين موجود على طولتكن على طولتكن وقتا احنا نطلع ياللي صار مع الرئيس عون وقت طلع بالالفان وثمانية لو في حدا بده يعطي شي للرئيس عون كان عطي ملف المفقودين اليوم هيدا الملف ان كان سمحت السيد ولا الرئيس عون ما بفتكر الدولة السورية بهيدا الملف بالزيد لو في حدا تعطيه كان تعطيه طول واحد من هالشخصين اليوم نحنا في ملف النزوح هل التصويت على موضوع المفقودين ياللي بده يضل واحد يطالب فيه ولو في واحد يمكن في مية ما بعرف وين اني وفي ميتان ما بعرف وين اني بس لو في واحد يجب يضل طالب فيه بالمزاق نحط انه بمحلة معين انه ملف النازحين السوريين ياللي هو ضاغط على البلد كله سواه ياللي ممكن يفجر البلد ويغير ديموغرافيا فيه اخذوا هيدا رألان لا اكتر انه حطوا بالميزان وقالوا انه بلا منعموا المشكل مع السوريين هلأ خلونا نربط هذا الموضوع وكمانا بالاتصالات العربية كمانا بالاتصالات العربية اللي صارت كمانا شفت انه اكتري ساحة من الدول العربية اخذت هذا المنحة ايه هلأ شكرا لك